تابون اليوم كان سعيد جداً وجداً جداً لماذا؟ بعض منكم بالتأكيد أرى أعرف البعض منكم وأنا متأكد أرى أعرف علاش تصل به ماكرون أجرى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون واشا سيدي تم خلالها التطرق إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية وذات الاهتمام المشترك حسب ما فات به وهذا الكلام كونت روحوا كل ما يتصل به تلقوا نفس يعاودوا بركوا يبدلوا التاريخ وصحنا عندنا مقطة مهمة في هذه ثم كما تعرفوا فرنسا في انتخابات غدوة بالمناسبة إخوانا اللي رام يقولوا لي مرات وش رايق وكذا طبعاً كين هذي لانيبس يعني الآن لانيب ولا لانيبس كما يسموها اللي هي تحالف اليسار أنا أراها لو كان جيت من الناس اللي عندهم الحق باش ينتخبوا في فرنسا ننتخب عليها أخف الأضرار أقل الشرين يعني من بعد عندك ماكرون وشفتوه وكيفش يتعامل خاصة مع المسلمين واللي شيطانهم هو ودارمانو ووزيره الداخلية بشكل كبير إلى آخرين عندك من بعد اليمين اللي هو يمين مش بعيد عليه وعندك اليمين المتطرف بقى تحالف اليسار واللي هو تحالف أصلاً يعني هذا اليسار واللي ممكن بالمناسبة يعني ممكن كان واحد سألني أيضاً التقديرات تعالناس يقول أنا نشوف باللي لانيب هذي ممكن تدي ميتين إلى ميتين وعشرة ربما توصل حتى ميتين وعشرة صوت مقعد وهذا رح يمنع رح يمنع ماكرون من تحقيق الأغلبية لأن السؤال اللي مطروح غدوة هو هل الثمانية عشرية في فرنسا الناس تشوف باللي ماكرون يقدر يشكل الحكومة وحده ولا لا يجيب أقل من ميتين وثمانين مقعد وبالتالي يلجأ إلى تحالف أقرب اللي ممكن يتحالف معهم هو ما يسمى بلي ريبيبليكا أي اليمين التقليدي السابق هو اللي سيتحالف معهم إذا جابوا جماعة لانيب أكثر من ميتين وعشرين وهذا مستبعد لكن إذا جابوا أكثر من ميتين وعشرين رحين يديروا له قلق شديد حتى بميتين مقعد في الحقيقة رحين يكونوا هما ثاني أقوى جهة في المعارضة وبالتالي لن يكون البرلمان الفرنسي كما كان من قبل وبالتالي لن تكون الخمس سنوات القادمة بالنسبة لماكرون كما هي من قبل لكن ماكرون هذا الاتصال هذه المرة ما كانش على مع ابو تبون ما كانش طبعا الأمور الداخلية إنما هاي في الفقرة الأخيرة كما سمح الاتصال الهاتفي يضيف البيان باستعراض عدة ملفات على رأسها ملف الساحل والوضع في ليبيا إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذاتهم بما مشترك بمعنى هناك معركة كبيرة رهي كما تعرفوها ما بين روسيا والغرب ممكن نقوله بما فيها روسيا وفرنسا بالرغم أن ماكرون خرج حل من مرة ويقول يجب عدم إذلال بوتين لكن بالنسبة لفرنسا تريد أن تعود إلى محمياتها ومستعمراتها السابقة الروس طردوها من إفريقيا الوسطى وطردوها من المالي وحتى كانوا ماشيين بشي طردوها من دول أخرى لكن جات هذه الحرب ضعفت بوتين وضعفت واغنر إلى درجة أن جمعت فاغنر في المالي برهم ديرين إذراب يعني موصلتهمش درهمهم كان شيء رح يحدث يوم 29 جوان وهو التجديد لبعثة الأمم المتحدة في مالي وفرنسا تريدها باتجاه معين وبوتين يريدها باتجاه معاكس ولذلك ماكرون رهو يقول رك عارف رانشادينكم من عدة ملفات لكن رهو الروس رام يخسروا نريد هذا المرة أن تمشي معانا هل يمشوا معاهم في مالي ولا ما يمشوش ماناش عارفين لأن هناك صراع ما بين الجنح الروسي والجنح الغربي داخل نظام الجزائري